معنا من أسطنبول لمرسلنا مهران عيسى إذن مهران أهلا بك يعني هناك علامات استفام أصلا حول الفجوة الزمنية بين ارتكاب الجريمة المفترضة يعني في العام 2014 وقت هذه التظاهرات وصدور مذكرات الاعتقال اليوم نعم بالفعل هذا ما يتم الحديث عنه الآن سيما أن الحدث وقع قبل قرابة 6 سنوات من الآن لكن الحزب الشعوب الديمقراطية الكردي يقول بأن هذه حملة مستمرة أصلا ضد الحزب من قبل الحكومة منذ سنوات وهذه الحملة تأتي في سياق هذه الحملة التي تستهدف الحزب حيث أن أصلا زعيم الحزب صلاح الدين دمرتاش جقبع في السجن منذ سنوات دون إدانته بشكل صريح كذلك أيضا هناك من يقول بأن الحزب الحاكم يستغل بعض الأوراق ويستخدمها وقت ما يريد لأهداف سياسية وحيانا لإشغال الرأي العام في قضايا عن قضايا أخرى لأسيما وأن الحكومة تعاني من انتقادات كثيرة في هذه الأوقات سواء فيما يخص فشلها في إدارة أزمة كورونا أو في أزمتها الاقتصادية والانهيار غير المسبوق والتاريخي للعملة التركية التي فقدت فقط في العام الأخير 22% من قيمتها و50% من قيمتها في السنوات الثلاثة الأخيرة بشكل عام العملية الأمنية مستمرة لملاحقة هؤلاء ومن ضمنهم كما تفضلت قيادات في حزب الشعوب الديمقراطية الكردي نعم شكرا جزيلا لك مرسلنا مهران عيسى من إسطنبول أشكرك جزيلا ترجمة نانسي قنقر